اشتغلت مع بيت سومسيماني و اشتغلت مع كارتيرون و اشتغلت مع فيلر دايماً المترجم هو شخص المفروض يبقى عنده فليكسابيلتي انه يعرف يتعامل مع كل الاشخاص انت عندك نوعات اشخاص مختلفين فيه العصبة فيه الهادي فيه اللي بيتكلم بسرعة فيه اللي بيتكلم بالراحة فيه اللي بيبعايزك معه في كل مكان فيه اللي مثلاً بيبعايزك معه في اماكن معينة ايه الفرق من الثلاثة؟ ممكن نضمنه كانون جرارج ويلي مع المتخب كان شكل رابع و ستايل رابعين صح لو احنا اتكلم عن التات طبعاً الاخرين كارتيرون و فيلر و موسيماني هم مختلفين عن بعض بس بس التاتة كل واحد حقق نجحتي يعني في الحتة المهنية كل واحد لي حتة التميز و حقق نتائج فاطرته صحيح كارتيرون خدنا كون اخر مجموعة بعد ما قدشين في دولة المجموعات ووصل بنا على رأس مجموعتنا كسبنا التراجي في التراجي و وصلنا الدول النهائي و حصل اخفاق في الماتش العودة فيلر عمل ريكورد ماتشات كتيرة بدون هزائم في الدوري و قد بشكل كويس ولو لموضوع الكورونا و كان كامل عنها كان ممكن يكمل بقيت يعني يحقق و حقق تاتر بعد دوري صح يعني موسيماني يحقق بقى الانجاز الكبير اه اجعلين بتوض افريقيا بعد غياب ست سنين اه خدنا و تلتين واربعاد خدنا سوبر افريقيا واربعاد خدنا كاس مصر خدنا خدنا اتنين برونزية كاس عالم وما حيك قولك برونزية كاس عالم انت مش تخيل الاحساس ان تروح ان يتبسر بعدك في كاس عالم و بتوقف على المنصة و بتستلم ماداليا انا بعترف انا عشت بمشاعر جميلة جدا مع نادي الاهلي من كانش ممكن اعيشها في اي مكان تاني صحيح يعني فيك ان تطلع بتستلم ماداليا برونز في كاس العالم و الناس بتكرمك وتسلم رئيس الاتحاد الدولي انا 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 ا دائماً بيبقى محتاج معه في كل لحظة من الثلاثة. ما فيش حد يمحتاجين كل لحظة. ويمكن كارترون أكتر لأن كارترون ما كانش ليه مساعدين. كارترون كان جاي لوحده. فتواجدي معاه أكتر. يعني محتاجنا أيضاً. لكن هو كان عنده ثلاثة مساعدين. موسيمانيا عنده أربعة مساعدين. صحيح. بعد كده ماشي واحد منهم ثلاثة. فعنده التيم بتاعه. يعني عنده التيم بتاعها. لكن كارترون كان بيحتاج نينكي بشكل أكبر. وكارترون كان ليه تقوص معينة. هو الحتة النفسية ملعبها بيلعبها كويس جداً. لكن حتى كان بخش التدليق والحاجات بخش طب نعلم في وضعهم وشوفهم نها مؤلقة. لو حد عنده مشكلة حتى شخصية بيتكلم معاه وبيسمعه. فطبعاً ده كان من خلالي يعني. بيتكلمش عربي. طبعاً. فكان محتاجنا يكون معاه أكتر. بس كحجم شغل موسيماني طبعاً. لأن التيم كبير انت مش بترجم للمدير الفني بس. انت بترجم ليه المساعدين وتقوى. طبعاً. طبعاً. مساعدين غير ميشيل اللي بتكلم الفرنسائي برضو بيحتاجني. آآ. ف... وفي بعض الأحيان طبعاً ما بدرش أوافع الناس كلها. فممكن... فيه له مساعدين من ضمن العيبة. آآ إلا إلا إلا. مصطفى شبير بساً ب... مصطفى شبير يساعدك. ممكن آآ يعني يتكلم مع ميشيل خاصة مع ميشيل. حمز علاء. حمز علاء. آآ مصطفى شبير هو ما اللي كانوا بيساعده فيه. آآ طبعاً مطاهر. مطاهر طبعاً. مطاهر طبعاً. طيب انت كنت بتتكلمني على كارتيروني ان هو نفسيا كان أكثر... هو الحتة نفسية هو شاطر فيها جداً جداً بيعافي أو من لعبة كويس أو إلي. موسيماني. آآ موسيماني بيهتم بالتفاصيل الصغيرة بشكل... درجة حتى وانت بتستلم الكورة تأخذها على شمالك واعلمينك. التفاصيل صغيرة جداً. أنا تعلمت منه حكاية الاهتمام بالتفاصيل بيهتم بكل التفاصيل. بيهتم بكل التفاصيل صغيرة. آآ آآ فايلر سويسري من زيورغ. سويسري. آآ آآ بس راجل طبعاً شاطر وشاطر في شغله. طبعاً. موسيماني ممكن يتكلم تعالى يا ابني بيعافي حتة الناشرة. إتعالى عن بيتسو موسيماني إنه نفسياً ما كانش بيهيأ اللعبة كويس. ما كانش عنده المهارة دي. على بجأة أصوات مش شرط يكون عيب فيه. يعني هم مش كله. زي ما أنت قلت لي. فيلر ما كانش بيعرف اتعامل نفسياً جداً مع اللعبين. ولكن كان شخص كوي جداً وشخص حازم جداً. وكان بيعمل أداء كويس. هل بيتسو موسيماني كانش عنده المهارة النفسية دي والأموين النفسية والمعلومين معالمين؟ في تمنتاشر شهر عمل إيه؟ انجزات. ساعتاشر شهر. آه انجزات بالجملة يا. طبعاً مفيش خلافة. بيتسو موسيماني؟ ومدامش معناه إن مش عينه غلط يعني برضو كل واحد بقى رجل فترة معينة. طبعاً أنا كنت جايلك في دي بقى.